بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة وكما في كلاكسيكيات السينما المصرية الخالدة ينتصر الخير في النهاية على كل المغامرات والمؤامرات ويتزوج البطل من البطلة ويخرج الجميع سعداء إبراهيم أهلا بك يا باشوهندس أهلا بك وعزائي المشاهدين وآلف مليون مبروك واحد واربعين مليون مبروك الأهلي بطل الدوري أو الدوري بطل الأهلي جملة تاريخية سابتة جدا تكاد تكون منقوشة على جدران المعابد الدوري بطل الأهلي ما قالها زاهي حوال بالضبط أو الأهلي بطل الدوري فعلا نوع من التناغم بين الأهلي وهذه البطولة المفضلة اللي بتمثل أباش مهندس الاختبار الحقيقي للمعدن الرياضي لشخصية الأهلي إزاي تقدر بالزاد بطولة تستمر سنة كاملة هي الأكثر عدالة هي البطولة الأكثر عدالة لأنه لا تعتمد على عنص المفاجأة وبأنته مع السلامة أو في يوم بيقابلك حظ كويس أو حظ وحش أنت بتلعب بكل طاقتك بتشوف أخطائك وقدرتك على تصويب الأخطاء وهنا قبل ما أشكر كل القائمين على النادي الأهلي والعيبة وإدارة وكل من ساهم بالفعل في تجاوز هذا الموسم الإستثنائي ألشاق جدا عايز أشكر كل ما استنفر واستفز النادي الأهلي أيها كل من حارب النادي الأهلي لو لا هذه الحرب الضروس بالمال وبالجهد وبالتحالفات وهناك أمور أكثر أخرى كثيرة ممكن الأهلي ما كانش فاء ممكن الأهلي ما كانش بنا ممكن الأهلي ما كانش عمل وكننا نحن اللي اتخطفنا في الآخر لكن من يناير كان 17 إصابة فرقة فيها 17 إصابة وتلعب يوم بعد يوم وكل التحديات ومجبرة أنها تاخد كل التحديات وبعدين لما تتعصر الكل يشمت فيها يصل الأمر لأولئك الذين استمتعوا بخير الأهلي وعاشوا في فسطينة يزرعون السم داخل هذه القناة وداخل إعلام النادي الأهلي وداخل نظام النادي الأهلي نطلع يقول لك الأهلي في المنطقة الدافئة وابتعد عن شبح الهبوط ترجمة نانسي قنقر